رغم ما عرفته مدينة طرابلس وعلى مدى أعوام من نزاع طائفي مسلح إلا أن ذلك لم يغير من قناعات القصيصة رولا سليمان خلال كل تلك الفترة وبقيت وفية لخدمة أبناء مدينتها على اختلاف طوائفهم تقول إن طرابلس تعني لها الكثير فهي مدينة السلم والعلم هم كثير أنه كلنا نحكي عن الشي اللي بيجمعنا ما بيفرقنا إن كان طوائف مسيحية ضمن بعضنا طوائف أديان إسلامية مسيحية كثير بيهمني أنه نحكي عن المحبة اللي هي موجودة بكل الأديان نحكي عن السلام اللي هي موجودة بكل الأديان احترام الآخر وقبوله مثل ما هو تزاول اليوم القصيصة سليمان مهامها كما اعتادت منذ ما يقارب العشرة أعوام تقريبا من زيارة المرضى ومشاركة سيدات الرعية شؤونهن وشجونهن أثبتت خلال هذه الفترة خبرتها في الخدمة الرعائية والتربية الدينية بالنسبة للأسيسي رولا يعني نحنا شبناها شيء كثير عظيم يعني هي ست لايئة محترمة ودينية بكل معنى الكلمة يعني ما بتفرق دياني عن دياني في أول قداس لها بعد سيامتها اعتلت رولا سليمان هذا المنبر برتبة قصيصة بعد موافقة السينودس الإنجلي الوطني في سوريا ولبنان على قرار الموافقة وتأكيدا على تجاوز مبدأ أفضلية الرجل على المرأة وتفضيل الكفاءة في الخدمة والمسيرة الكهنتية طلعت القرار من العمد الكنيسة عندنا وكيد بالتنسيق مع السينودس ولقاينا كمان أنه جواب السينودس كان بقلب رحب رغم أنه كل شهر الأوسط في عندهم هالميزة أنه مجتمع ذكوري ونحن حبينا نبين لكنيستنا ما حبينا نطلع لبرة حبينا نبين لبعضنا محبة المسيحة اللي زرعها فينا خطوة صيامة امرأة في كنيسة يعتبرها البعض تحديا كبيرا في زمن يشتد فيه خطر الخطاب الطائفي وتصبح فيه الدعوة للحوار والمحبة مهمة صعبة بعد صيامة رولا سليمان كأول قصيصة في لبنان والشرق الأوسط يستعد السينودس الإنجلي لصيامة ثاني قصيصة نهاية الشهر الجاري شهر مارس وبذلك تفتح أبواب الكنائس الإنجلية هنا في لبنان لسيامة المزيد من السيدات لهذا المنصب الرعوي سحر أرنقود الحرة من مدينة ترابلوس شمال لبنان